بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم النهاردة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الكشر من الاكلات الجميلة الحلوة الشعبية اكلوا من التراث المصري يعني الناس كلها بتحبوا ولادي كمان بيحبوا الدنيا كلها بتحب الكشري بس ما عرفش ليه الولادي يعني تعمليلهم الكشري في البيت لأ احنا عايزين ناكله من برد لغاية ما عملته بالطريقة ديت وحبوه جدا وبقام يطلبوه مني على طول لان ما كنتش بعمل الصلصة يعني ما تطلعش مزبوطة زي بتاع الكشري يلا بقى لايك وشير واللي بيشوفني اول مرة يشترك ويفعل الجرس ونشوف احنا عملناه ازاي اول حاجة انا عندي الزيت على النار مقطع البصل شريح زي ما انتم شايفين وعملاه بالضييق دعك البصل كده بالضييق على اساس ايه يبقى ايه يعني البصلة تبقى مش شربة زيت تبقى حلوة ويقرمشها من بره وتدينا الطعم الحلو زي ما انتم شايفين بفضل اقلبو كده على النار لغاية ما ياخد اللون البني الحلو او زي ما انتم شايفين هي ابتدت البصل بتاعتي تاخد اللون البني وما يعني ايه بتبقى حلوة قوي ده اللي بيسموه بقى في الكشر اللي هو ايه الورد يعني بيحبوه جدا ولو خصوصا بقى لو طعمه تلع حلو يعني مش مش ممرر فانا بعمله بالضييق عشان يتحمر حلو وما يمررش اول بصلة بتاعت اهي خادت اللون البني الحلو اللي احنا عايزينه وما بتبقاش شربة زيت دي ما بخلاش تشرب زيت زي ما انتم شايفينه اهو وبعد ما خلصه بحط عليه شوية ملح صغرين يديله طعم الزيت ده بقى اللي هستخدمه في كل حاجة طبع الكوشري كده بعمل الصلسة بتاعتي خطي من الزيت اللي انا عاملة فيه للبصل ودي بصلاية مبشورة مش متقطعة لأ مبشورة يعني ناعم ومعاها معلقة طوم وهو ده بقى السر بتاع الصلسة بجيباها من جوة المطعم يعني كنت بعمل الصلسة ما كانوش بيأكلوا كشري مني على السلام الصلسة ما بتبقى زي بتاع الكشري بالزبط وجربت صلسات كتيرة جدا من شفات كبار من يعني برضو ما كانتش بتاعجبهم وكانوا بيسيبوهولي وروح يجيبوه منبرا لغاية ما عملت الصلسة بالطريقة دي وبقى يعني يطلبوا مني على طول هي دي يا ماما الريحة والصلسة بتاعة المحلات انا حطيت البصلية المفرومة وعليها طوم وعليها معلقة كبيرة من الكزبرة بحمص ده كله على النار وبنزل عليهم بقى بالخل زي ما انتو شايفين يعني معلقتين تلاتة من الخل مش مش كتير لغاية ما يطلع ريحة الخل زي ما انتو شايفين وبنزل بقى بالطماطم بتاعتي الطماطم بتاعتي دي معصورة في الخلاط مش مبشورة بس وهسيبها بقى تسبك مع بعضها وروح اعمل ايه الرز ده زيت اللي على النار اللي هو زيت البصل بنزل بالشعرية بتاعتي وبحمرها عادي لكنك بتعمله الرز عادي يعني الشعرية بتتحمر ايه زي ما انتو شايفين وانا بستخدم زيت البصل هنا عشان بيدي ريحة حلوة لكل الاكل يعني بتحس كده الكشر واخد من الزيت بتاع البصل بيدي ريحة حلوة قوي بتعم حلوة قبل الاكل الرز بتاعي انا طبعا المصر بتاعنا انا غسلته مع الشعرية وباخد بقى المية بتاعة العتس وشوية عتس كمان معاه على الرز وبحط ملح يعني بحض الرز بتاعي بملح وبحط كمون كمان عشان العتس زي ما انتو شايفين وبفضل احمر الرز مع الشعرية لغاية ما يعني يفلفل كده ويشرب المادة الدهنية كلها ويتحمر حلو عشان ما يعجلش وديني بنزل اهو بالحبة عتس مع الشربة بتاعته اللي هو مسلوق فيها زي ما انتو شايفين وتغلي واغطي عليها لغاية ما يستور يبقى انا كده عملت معاكم السلسة حمرت البصل الرز دهو كمان استوى زي ما انتو شايفين راحتو حلوة جدا والزيت بتاع البصل ما دي له راح ريحة حلوة قوي هبتدي اعمل بقى ايه? الدقة. الدقة كباية خل عليها كباية كباية مية والطوم المهروس انا كنت بعمله ناي يعني ايه? كلهم على بعضهم وكمون على ناي يعني لغاية ما واحدة يعني ربنا يعني لغاية ما ايه? حد قال لي وصاحبتي يعني قريبها في مطعم الكشري قايت لي لأ يعني تغليهم كلهم مع بعض بكده الطوم ما يتعبكيش ولا يتعب المعدة فلازم يتغلي شوية كده على النار يغلى شوية على النار يعني مش قوي يعني دقتين تلاتة بس كده الطوم بس يعني عشان ما ايه? ما يتعبش المعدة بتاعتك وبكده الدقة بتاعتي بتكون كمان هي خلصت زي ما انتو شايفين اهي? والصالصة بتاعتي تسبكت راحتها حلوة قوي فعلا يعني لما الشمين راحتها برا يقول لي هي دي بتاعت المطعم يا ممو هي دي راحتها جربوها بالطريقة دي مش مش هتندموا ولادكم هيحبوها جدا ومش هيكلوها تاني من برا بحط لها بس ملح وحطي انا قبل كده كزبارة الكزبارة والكامون مع البصل والطوم وبش محتاجة حاجة تاني خالص زي ما انتو شايفين اهي? والدقة بتاعتي خلصتها باخد بقى معلقتين من الدقة اللي انا عاملها بحط عليهم معلقة كبيرة اول من الشطة الحمرة وبزودها شوية مية بتغلي بس على النار وبكده بعمل الشطة وبكون مقطعة طماطم اول ما بطفي على اللي بحطش الطماطم عليها وهي على النار لأ بطفي وبحط الطماطم عشان الطماطم انا مش عايزها مستويه وبكده بكون عملت الشطة يعني عملنا الصلصة عملنا البصل عملنا الكشري عملنا الدقة كده عملنا الشطة يلا بقى نغرف الكشري الحمص طبعا اناسا الاول مكرونة مسلوقة يعني ايه? زي ما انتو شايفين الرز الاول بعد كده المكرونة بعد كده البصل اللي هو الورد والحمص طبعا بدي كيمة غزائية برضو حلوة للكشري وزي ما انتو شايفين ادي الدقة ودي الصلصة ودي الحمص وفيه تاني ورد اللي عايز يزود ككشري من الاكلات الجميلة جدا رحته حلوة قوي الصلصة اخيرا عرفت عملها يعني مزبوطة زي بتاعة المطعم بالضبط والولاد حبوها وبقى بيطلبوه مني على طول ياريت تجربوها بالطريقة دي زي ما انتو شايفينه البصل زي ما انتو شايفينه يعني كرزب كده وحلو ودي الصلصة مش عايز اقولكم رحتها حلوة قوي الكشري من الاكلات الجميلة ويارب يكون الفيديو عجبكو وياريت بقى يعني لسه ما عملش لايك يعمل لايك ويشير واللي لسه بيشوفني الاول مرة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من عندي ان شاء الله واعملوه بقى الكشري بالطريقة دي يعني هتجربوها مش هتندمو واشوفكم على اقول لكم اتفضلوا معي واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله واقول لكم باي اشتركوا في القناة